السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم العربعة واحد ايار مايو القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة من مساء يوم الخميس اللي هو يوم الغد لا ينتقل بعدها لبرج الحود القمر الان موجود في برج الدلو زي ما حكينا رح يظل موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وخمسة عشر دقيقة من صباح اليوم الاربعاء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر بما انه موجود في برج الدلو معناته اليوم نشعر انه بحاجة ماسة للتغيير لان الروتين هو عدو هاي الفترة يجب ان نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي او مجموعة من الاصدقاء او تجربة طريقة جديدة للحياة وبميل الناس من حولنا للتصرف بشكل منطقي اكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة او تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا او شراء او بيع او الاهتمام بما يتعلق بمجال الالكترونيات والتكنولوجيا وتجربة اطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين بلوتو هاي زاوية لها تأثيرات تقريب الخمس ايام ومستمرة لخمس ايام قادمة طبعا ذروة هاي زاوية رح تكون الساعة اربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ابتدفعنا للعنف وبتجعلنا مزاجيين عدوانيين عصبيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بشكل سريع وقطعي برضو هاي زاوية بتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بتدفعنا للعنف وبتجعلنا عدوانيين ومزاجنا سيء وبتسببنا خلافات في حياتنا الحميمية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي زاوية رح تكون الساعة 11 وستة وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم ان نعمل عمليات جراحية لالها طبعا عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا يوصى به جراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم دون الأعضاء اللي ذكرناها وأيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه في برج الدلو ذكرنا انه يوم الغد بده ينتقل لبرج الحوت طبعا خلو المسار رح يكون الساعة 9.28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الغد الخميس بيبدأ وبيستمر لغاية الساعة 6.51 دقيقة مساء طبعا في فترة خلو المسار يوم الغد رح يبدأ تراجع كوكب بلوتو بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 23 يوم حتى تمام الساعة 11.19 دقيقة مساء منبدأ في اليوم الاربع وعشرين ونسبة الإضاءة بتكون 45% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة 45% القمر في الدلو حتى يوم اثنين خمسة منتحس الآن بنسبة 5% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% ساعات العصر سعيد بنسبة 10% اما في ساعات المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في الحمل حتى يوم خمسة عشرين خمسة سعيد بنسبة 15% والزهرة في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل حتى يوم تسعة ستة منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ستة سعيد بنسبة 30% اورانوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم اثنين سبع سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 يعني يوم الغد بعدين بدو يبدأ بعملية التراجع في برج الدلو سعيد بنسبة 15% الآن وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو يسعد من اتصال أو لقاء لأجواء داعمة وبناسبك العمل ضمن مجموعة وبتخوض مجالات عديدة ومتنوعة حاول انك تنظم جود والعاد أعمالك تحسبا لضيق الوقت لأنه يوم الغد القمر رح يوصل لبيت متعبك فلازم تستغل هذا اليوم لإتمام الأعمال الضرورية والمهمة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بأيضا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانهم أنهم يحافظوا على إنجازاتهم القائمة وإتمام أعمالهم أهم شيء أنه يعتبر بيت السمعة بيت حساس جدا يا إيجابي يا سلبي ما في حل وسط فحاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف مهما كان الظروف لأنها ضاغطة شوي وممكن تحمل لك اليوم فرصة عمل مهم فما لازم تخسرها وبدك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسبب بأخطى لا تغتفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة للكم تنشطوه في السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والامتحانات الجامعية والمقابلات والدورات وأي شيء حسب حق الاختصاصك أو على حسب طبيعة عملك حتى على المستوى العاطفي وبتزداد رغبتكم اليوم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبوسعكم اجتياز امتحان بعضكم ممكن يفكر بالسفر أو يتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن يوقع على عقد أو يروجوا لمواهبهم واهتماماتهم فعشانيك ده تكون جريء وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة لأنه لازم تثبت للجميع طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر رح يكون موجود في البيت الثامن يعني الأموال المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه بنك ضريبة تأمين ميراث مال الزوج مال الشركة كلها هاي تعتبر أموال شراكة فعشان هيك اليوم بتنهمكوا بعادة تنظيم أمور أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وحاول أنك تصحح الانطباعات عنك كون دقيق بأمور الفواتير والالتزامات كون واثق من نفسك ومن كفاءتك وما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك اليوم ممكن بعضكم ينشغل بملف أو معاملة أو إجراءات إدارية برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا اليوم القمر أيضا موجود مقافلكم تماما عشان هيك هو بعطي شغلة إيجابية وشغلة سلبية الإيجابية أنه بيزيد اهتمامك حول موضوع الشراكة شراكة مالية عاطفية مع علاقة الأزواج في بعض مصالحة ترتيب وضع معين اتفاق على شيء معين وبتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم إن كان بالعمل أو بالعاطفة وطبعا من ناحية سلبية القمر لما بيكون مقابل أي برج دائما بيسحب من طاقته فعشان هيك بتكون فترة فيها بعض التهديدات لا استقرارك بدك تحاذر من الفضائح بتميل لفرض الرأي على الآخرين وبرضو العصبية والتسرع باتخاذ القرارات انتبه من هاي الأمور وحاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر موجود في البيت السادس يعني العمل والصحة ولكن رغم تراكم العمل إلا إنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم إن ركزتم بشكل جيد وأيضا نظمت جدول غذائكم وجدول أعمالكم وانتبهت للأعمال الضرورية والمهمة أتممتها بالبداية بعدين انتقلت للعمل الآخر لا تحاول إنك تنجز أكثر من عمل في نفس الوقت طبعا اليوم رح تلازمك الواجبات وترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من أنواع القلق والتوتر عشان هيك حاول إنك ما تدخل بأي مواجهة مع زملائك بالعمل ونظم وقتك بشكل جيد جدا يكون لأنه بدك تدفادى أي تقصير أو تأخير والأهم إنك ما تهمل صحتك بعضكم ممكن يهتم لمراجعات طبية أو فحوصات أو يشعر ببعض التعب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان تزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم اليوم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء العاطفية ممتازة الهوايات ممتازة العلاقة مع الأبناء الفرح والترفيه والاهتمام بالذات هذا يوم مناسب جدا لممارسة نشاط فني بتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر من أكثر أيام الشهر حظا وأهم شيء إنك تحاول إنك تحصد من الأرباح إسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة ولكن حاول إنك ما تفرض رأيك على أحبائك أو أحد أبنائك لأنه ممكن يكون فيه قلق أو تشنج مع أحد الأحبة برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا بيتركز إهتمامكم حول ضبط شونكم البيتية والعائلية والمسائل البيتية والعائلية وممكن تجد تعاون من أفراد العائلة أو ممكن أنت تبادر لمساعدة أحد أفراد العائلة بأمر ما حاول إنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر يتعلق بصيانة أو ترتيب أو معالجة بعض الأمور الطارئة اللي تتعلق بالبيت أو العائلة أهم مش إنك تتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجاهم في بعض الأوقات فعشان هيك بدك تحذر من ردات الفعل برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا بتنشطوا اليوم بالسفر والاتصالات واللقاءات اليوم نشاط عالي جدا طبعا السفريات قصيرة هي سفر بيكون إما لساعات أو حتى لا يومين ثلاثة هذا يعتبر سفر قصير حتى الاتصالات والأمور التجارية وأمور التسويق كلها ممتازة جدا والمقابلات والامتحانات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار فرح تكثر عندكم التنقلات والزيارات وورشات العمل عشان هيك انتبهوا أثناء الحركة وأثناء قيادة السيارة لحسن الحظ أنه اليوم أنت بتتمتع بسرعة بديهة عالي جدا وبتتصرف بشكل جيد ولكن بدك تسيطر على انفعالاتك لأنه في أوقات ممكن تفقد عصابك شوي فتعصب أو يخرج منك بعض الكلام ينفهم بشكل خاطئ حاول أنك تنتبه من هاي النقطة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم التركيز رح يكون على الأمور المالية واليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو حتى تنهي مسألة مالية أو ترتب فوتير أو ترتب دفعات أو مطالبات أو طالب بحقك مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن اليوم تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية فعشان هيك بتكتعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين وتورط في مشاريع مشبوهة وأيضا احذر من النصابين والمحتالين برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم أنتوا عندكم نشاط عالي جدا القمر مستقر تماما أفضل من يوم أمس عندكم حيوية وعندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم اليوم بتكون في تصاعد وأيضا على المستوى العاطفي أنتم ملفتين للانتباه للجنس الآخر بتكون اليوم مستعد للتحرك في كل الاتجاهات طاقتك عالية بتتسلط الأضواء عليك وعلى قدرتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة وممكن اليوم يعني تكشف لك بعض الأمور اللي كانت مخفية عنك في الأيام الماضية برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب اليوم لغاية يوم الغد لا ينتقل لعندك فعشان هيك بظل التعب مسيطرة عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وإخلدوا للراحة حاولوا أنكوا تعملوا بشكل روتيني ما بتبادروا بأي شيء جديد لأن هاي الفترة يعني فترة ركود على جميع الأصعدة فبنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم وتخلص من عداتك القديمة انشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية وأي شخص بوعدك بشيء أو وعدك بشيء بالأيام الماضية لا تتوقع أنه ممكن يوفي بوعده في هذا اليوم هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء